السؤال الرقم 13 لدينا 2 ناقص نصف زائد 3 على 5 على 2 زائد 5 على 3 يساوي قديش طيب سنقوم بتحديد المقامات بالبسط والمقامات بالمقام بسيء معناه 2 هذه 3 زائد 2 يعني 5 على 6 على 15 زائد 10 يعني 25 على 6 تروح 6 مع 6 الخمسة مع 25 بيصف عندي هون 5 يعني بصير عندي 2 ماقص 1 على 5 5 ضرب 2 على 10 ماقص 1 فجواب 9 على 5 السؤال الرقم 14 عندي 2 على 3 زائد 3 على 5 تقسيم 4 على 9 ماقص 2 على 15 5 5 ضرب 2 10 زائد 3 ضرب 3 9 على المقام المشتركي اللي هو 15 تقسيم شو المضاعف المشترك الأصغر للـ 15 والـ 9 الـ 45 فحق ضرب هات بـ 5 وحق ضرب هات بـ 3 5 ضرب 4 20 ناقص 6 على 45 بصير معنا 19 على 15 وهون بتصير ضرب 45 على 20 ناقص 6 يعني 14 هلا بتروح الـ 45 مع الخمسة بصفة معنا 3 3 ضرب 19 يعني 57 على 14 هاي ما فيه إمكانية لإختزاله لذلك الجواب النهائي هو هات سؤال رقم 15 إذا عندي 2 زائد 3 على 2 زائد 3 على 2 زائد 3 على 2 2 ضرب 2 4 زائد 3 هي بتصير إذن 7 على 2 بطلع الـ 2 لفوق فبتصير 6 على 7 بدرب 7 ضرب 2 14 زائد 6 20 على 7 بتطلع 7 على فوق فبتصير 7 ضرب 3 يعني 21 على 20 20 ضرب 2 40 إذن بصير معنا 20 ضرب 2 إذن 40 زائد 21 على 20 يعني جواب 61 على 20 هاي أسرع طريقة للحل أحسن ما أظل أكتب الكسور بالامتحان هيك من حل السؤال رقم 16 عندي 2 أصناقص 1 زائد 1 على 2 أصناقص 1 على 2 زائد نص أصناقص 1 يساوي قديش 2 أصناقص 1 يعني 1 على 2 زائد 1 على 2 أصناقص 1 يعني 2 على 1 يعني 2 هاي 2 زائد نص يعني 5 على 2 وبتقلب فبتصير 2 على 5 أصناقص 1 الآن بواحد المقامات 2 ضرب 2 4 يعني بصير معنا 5 على 2 على 2 على 5 بتطلع الخمسة عند الخمسة والتنين عند الاتنين يعني 25 على 4 السؤال رقم 17 عندي 4 ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2 نهاية يساوي قديش هلأ هون كان لازم يكون 2 ناقص على 2 ناقص على بس هون في عندي 4 لذلك شو بعمل بجزئة للأربعة بساوي 2 زائد 2 ناقص 1 على 2 ناقص 1 للنهاية تمام فبجي باخد هذا بعتبره لحاله بحسبه على جناب هو 2 ناقص 1 على 2 هي ها اعتبره X وتساوي X إذا بعتبره تمرين لحاله هاد يساوي إشارة استفاق وبحله على هاد الأساس فبالتالي إذا فرضت هي X بالتالي المقام لازم يكون عندنا X بصير 2X ناقص 1 على X يساوي X مربع يساوي X عفوان بضربها لطرفين بصير معنا 2X ناقص 1 يساوي X X مربع بنقول كل الحبشتكلات لهذا الطرف فبصير معنا X مربع ناقص 2X زايد 1 يساوي 0 يعني هاي X ناقص 1 على القوس مربع يساوي 0 مطابقة تربيعية هاي بالتالي بستنتج انه قيمة X تساوي 1 ما يعني قيمة X يعني هاي القصة كلها 1 هذا كله 1 فجواب يكون إذا 2 زايد 1 و يساوي 3 السؤال رقم 18 عندي 5 زايد X على 5 زايد X على 5 للنهاية يساوي 9 أوجد قيمة X طالما هون عندي 9 بمعنى هذا المقام كونه هون 5 5 5 5 الاخري بمعنى هذا المقام شو كمان 9 فبقول 5 زايد X على 9 يساوي 9 9 ضرب 5 45 زايد X وبضرب 9 بالتسعة بعدين بصير 81 بالتالي X يساوي 81 ناقص 45 يعني 36